موسيقى موسيقى أوجه نداء إلى أمة الأمة الإسلامية أوجه نداء إلى عالم العربي إلى الحكام والملوك وإلى العلماء والدعاء وإلى الشعوب وكافة الجماهير أقول لهم إن كل ثانية تمر على المسجد الأقصى وهو محتل فسيأذب الجميع مهرجان الأقصى في الخطر بدأ منذ عام 1996 ميلادي بعد أن اكتشفنا نفقا كانت تحفر المؤسسة الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى وبعد أن عقدنا مؤتمرا صحفيا وأعلننا عن وجود ذاك النفق بدأنا نفكر كيف يمكن لنا أن نتابع مسيرة الانتصار للقدس ومقدساتها وللمسجد الأقصى أفريات اللي اكتشفها أبي تحت المسجد الأقصى أنا بشوف أنه لو ما اكتشفهاش وما أوضحهاش للعالم وأمام مسائل الإعلام فلن ما حدا بكتشفها وراح اليهود يسوي كل مخططاتهم بدون ولا أي محدة يدرى والعالم الإسلام والعرب نايم طبعا وإحنا حتى احنا 48 ما اعتقدش أنه رح ندرى بالأشياء اللي بعملها اليهود رح يقدروا يسوي اللي بدهمية بالمسجد الأقصى بعد تفكير وجدنا أنه لابد من خطوة كبيرة وهي إقامة مهرجان جماهيري كبير جدا من مهرجان الأقصى في خطر انطلق شعار قوي جدا ألبم انتشر في العالم وأخذ يتردد في العالم وهي تلك الجملة القوية بالروح بالدم ندرى سبحانا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنكربون اللهم اتعلنا في سبرنا هذا البر والتكوى ومن العمل ما ترضى الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحلم بأن يبني هيكلا كذابا أسطوريا على حساب هدم المسجد الأقصى يأتي مسيرة البيارك لتقف سدا منيعا أمام هذه الأحلام السوداء وأمام دعاة هذه الأحلام السوداء مؤكدة أن المسجد الأقصى كان قبل الاحتلال الإسرائيلي وسيبقى بعد الاحتلال الإسرائيلي بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة لم أدخل اليوم إلى المسجد الأقصى لأن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال إحدى محاكمه فرض علي أمرا احترازيا منعني بموجبه من الاقتراب من المسجد الأقصى ومن الكدس الشريف القديمي على بعد 150 متر عهدت نفسي بعد أن عهدت الله تعالى أن أتصدق بعمري وبوقتي وبما أملك للكدس الشريف والمسجد الأقصى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر